موسيقى مساء الخير تراجع الدرجات الحرارة بشكل واضح تساقط لزخات متفرقة من الأمطار في مناطق واسعة من المملكة إن كان المناطق الشمالية أو حتى المناطق الجنوبية هي حالة لامتداد منخفض جوي هذا ما تأثرت به المملكة وكان سببا لتساقط هذه الأمطار ولكن هذه الفعالية الجوية الماطرة انتهت من بعد ظهر اليوم لذا نشاهد أن درجة الحرارة الآن 13 درجة مئوية وللعلم كانت في العاصمة عمان العظمى اليوم تقريبا 14 درجة مئوية الأجواء غالبا هي صائفية بسبب ابتعاد الغيوم بشكل عام الملموسة أيضا 13 الرطوبة مرتفعة نوعا ما نحن نتحدث عن 70% سرعة الرياح حاليا تصل إلى 12 أو 13 كم في الساعة وهذه الرياح غربية ما يميز هذه الليلة ساعات فجر حتى يوم الغد الضباب في مناطق واسعة من المملكة خاصة المناطق السهلية المناطق حتى الشرقية من المملكة الأجواء هذه الليلة ضبابية تتراجع الحرارة تستقر حول 9 درجات مئوية الأجواء باردة كما نشاهد سرعة الرياح تبطى حول معدلاتها نتحدث عن 14-13 كم في الساعة الرياح جنوبية غربية والرطوبة ترتفع هذه الليلة مرة أخرى 87% بالنسبة ليوم الغد ترتفع درجات الحرارة تعود من جديد حول المعدلات السنوية نتحدث عن 20 درجة مئوية تتراجع الرطوبة النسبية خلال ساعات النهار سرعة الرياح غدا رياح تقريبا نشطة نتحدث عن 17 كم في الساعة وتبقى الرياح غربية معكم نستعرض درجات الحرارة الصغرى الدنيا لهذه الليلة وأيضا العظمى اليوم الغد أبدأ من المناطق الجنوبية 11 درجة مئوية في وادي رم العقبة 12 غدا تصل إلى 28 أجواء ربيعية وتقريبا دافئة 7 درجات في معان ورأس النقب أجواء باردة صافية ولكن غدا أجواء فعلا لطيفة إلى ربيعية في معان 22 درجة مئوية كميات مختلفة من السحب فبالتالي أجواء غالبا هي غائمة ضباب هذه الليلة في المناطق الجنوبية في الطفيلة غدا تصل إلى 21 في الشوبك 18 كذلك الحال في البتراء وهذه الموجب 14 درجة مئوية ضباب أيضا في الكرك مع تراجع على درجات الحرارة أجواء باردة هناك 7 درجات ولكن في الكرك غدا أجواء صافية مشمسة وتسجل 21 درجة مئوية البحر الميت هذه الليلة 16 درجة مئوية في مادبا منطقة مطار الملكة علياء الدولي الرجاء الانتباه هذه الليلة من تشكل الضباب بشكل لافت غدا تسجل 21 درجة مئوية إذن ضباب هذه الليلة ساعات الفجر في مناطق واسعة من المملكة كما نشاهد خاصة المناطق الشرقية غدا في العاصمة عمان تقريبا تلامس 20 درجة مئوية سويلح ضباب أيضا هذه الليلة أجواء باردة غدا في الزرقاء 22 الصلط كما نشاهد 18 درجة مئوية هي العظمى وكميات مختلفة من السحب في عجلون أجواء ضبابية هذه الليلة وباردة 8 درجات غدا 18 وفي دير علا أجواء دافئة 26 إربد 11 درجة في راس منيف أجواء باردة بشكل لافت 5 درجات غدا تصل إلى 15 وفي إربد 20 درجة مئوية إذن غدا ترتفع درجات الحرارة تعود مرة أخرى حول معدلاتها السنوية في جرش 11 وأجواء ضبابية غدا تصل إلى 21 كذلك الحال في مدينة المفرق الأزرق 8 درجات مئوية أجواء صافية باردة طبعا غدا تصل إلى 25 درجة مئوية وأجواء غائمة بشكل جزئي الصفاوي أرويشد 8 درجات صفاوي 9 غدا تصل في الرويشد إلى 23 درجة مئوية وأيضا كميات مختلفة من السحب الجفر أيضا أجواء ضبابية وغدا العظمى 25 درجة مئوية نتوقع خلال الأيام القادمة ارتفاع واضح يوم الجمعات تصل تقريبا إلى 22 درجة مئوية ولكن تتراجع بشكل طفيف يوم السبت في العاصمة عمان نتوقع أن تكون 18 درجة مئوية أجواء صافية فترة الليل أشكر لكم دائما طيب المتابعة